بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في فيديو آخر وتمارين آخر من سلسلة تمارين التحدي والأولمبيات الخاص بالمستوى الثالثة إعدادي إذن السؤال لنحول المعادلة 12XX4-11XX2-2-0 إذن كالعادة وقف الفيديو خذ الوقت ديك فكر مزيف الحل وما ترجع أكمل الفيديو إذن على بركة الله لحل هذه المعادلة إذن بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي إما غاليش نعتمد على مميز المعادلة لهذا الطالب لأنه يتساعمل حتى المستوى الجدع مشترك علمي وبالتالي غالي نحاول نبحثه على تعميل مناسب للطرف الأيسر إذن لاحظوا هنا عدنا XX4 وهنا XX2 إذن بالنسبة للمستوى الثالثة إعدادي فقط يعرفوا يحلوا معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد هنا عدنا معادلة من الدرجة الرابعة وبالتالي غالي نحاول نبحث على حل إذن لاحظوا معي هنا عندي XX4 هنا عندي XX2 إذن لاحظوا أنه لوضعت XX2 تساوي Y إذن المعادلة اللي غالي تصبح 12 هنا XX4 بمعنى هي XX2 الكل X2 بمعنى YX2 ناقص 11 هنا XX2 نعودها بY زائد جوج تساوي الصغر وبالتالي حصلت على معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد اللي هو Y إذن الآن غالي نحاول نبحث على تعميل لهذا التعبير إذن لاحظوا معي هنا عندي YX2 هنا عندي Y هنا عندي ناقص إذن هذا التعبير كيف يفكرني بالمتطابقة الهامة الثانية منشورة اللي كنت تكتب على شكل AX2 ناقص جوج AXB زائد BX2 اللي كنت تعمل على شكل AXB الكل X2 مدام هذا التعبير مرتب من أكبر درجة الأصعر الدرجة بمعنى YX2Y إذن كيشبه لهذا التعبير هذا وبالتالي لا اعتبرت بأن هذا هو العدد AX2 وهذا هو العدد BX2 إذن اللي يبقى لي نتأكد هو أن ناقص حداش Y كتساوي ناقص جوج AB بمعنى ناقص جوج مضربة في A اللي غادي نخرج من هنا مضربة في B إذن كيف قلنا لا اعتبرت بأن هذا العدد هو AX2 إذن غادي نحاول نكتبه على شكل AX2 إذن 12YX2 بإمكان نكتبه على شكل جدر مربع 12YX2 وغادي نحاول نكتب جوج على شكل BX2 بمعنى زائد جدر مربع جوج BX2 بمعنى هذا هو العدد A وهذا هو العدد B اللي بطالي هو نتأكد بأنه لا ضربت العدد A في العدد B في جوج بمعنى جوج AB نحصل على 11Y إذن جوج في A اللي هو جدر مربع 12Y في B اللي هو جدر مربع جوج إذا نلاحظوا بأنه جوج جدر مربع 12 وجدر مربع جوج Y تخالف 11Y وبالتالي ما يمكن ليش نعملها التعبير هذا كامل بالمتطابقة الهامة الثانية إذا لا يمكن ليش نعملها التعبير بالمتطابقة الهامة الثانية ولكن لاحظوا هنا عندي 12Y أو ستنا ناقص 11Y إذن كيشبه A أو ستنا ناقص جوج AB بمعنى بإمكاني نعتبر هذا الجوز هذا بداية المتطابقة الهامة الثانية وبالتالي غالي نحاول نكمل هات التعبير هذا باش نحصل على المتطابقة الهامة الثانية إذن كيف قلنا مسبقا نعتبرنا أنه العدد هذا هو A أوس اتنان بمعنى جدر مربع 12Y نعتبرنا بأنه العدد هذا هو ناقص جوج AB إذن نكتبه على هات الشكل ناقص جوج بمعنى ناقص جوج العدد A هو جدر مربع 12Y في B وهي B زائد جوج تساوي صفر إذن الآن نبقى أنه ونبحثوا على قيمة العدد B وقد نعرفوا أنه هذا العدد هذا هو نفسه هذا العدد وبالتالي جوج جدر مربع 12Y في B تساوي 11Y أي أن العدد B يساوي 11Y مقصومة على جوج جدر مربع 12Y إذن هنا لدينا اختزال Y مع Y مشاهد شخص جدر مربع 12Y وقد نعرفوا أنه جدر مربع مخصوش يبقى في المقام وبالتالي نضربه في المرافق اللي هي جدر مربع 12 اللي هو جدر مربع 12 وقد نحصله على B تساوي جوج جدر مربع 12 في جدر مربع 12 في البسط عدنا 11 في جدر مربع 12 تساوي 11 جدر مربع 12 وفي المقام جوج في جدر مربع 12 وجدر مربع 12 هي 12 أي أن B تساوي 11 جدر مربع 12 مقصومة على جوج في 12 هي 24 تساوي هنا عندي 11 كنعرفوا أن 12 هي 4 في 3 مقصومة على 24 إذن B تساوي 11 إذن جدر مربع 4 هي جوج كتخرج تبقى أن جدر مربع 3 مقصومة على 24 هنا لدينا إختزال جوج مع 24 كتقالية في البسط 11 جدر مربع 3 مقصومة على 12 وبالتالي حصلنا على قيمة العدد B إذن المعادلة دينا أو هي هذه في صغيرة الصباح جدر مربع 12 Y الكل أس 2 ناقص جوج جدر مربع 12 Y مضربة في العدد B اللي هو 11 جدر مربع 3 مقصومة على 12 زائد جوج تساوي الصفحة إذن الآن حصلنا على بداية متطابقة أهمة اللي هي A أس 2 ناقص جوج في A في B اللي هو هذا الجزء هذا إذن اللي يبقى لنا هو B أس 2 إذن عادنا B اللي يبقى لنا هو نضيفه B أس 2 باش نكمله المتطابقة الهامة الثانية إذن هنا غريب أن يكون عادنا جدر مربع 12 Y الكل أس 2 هنا ناقص جوج جدر مربع 12 Y اللي هو العدد A هنا عدنا في 11 جدر مربع 3 على 12 اللي هو العدد B هنا محتاجين نضيفه B أس 2 بمعنى هذ العدد كامل أس 2 وضروري خصنا نطرحو النفس العدد باش من نتصروش على المعادلة ومن نساوش زائد جوج تساوي الصفحة وكما لاحظة فأي معادلة زدنا واحد العدد ونقصنا واحد العدد باكترش على المعادلة إذن هذا هو العدد B بمعنى A أس 2 ناقص جوج في A في B زائد B أس 2 إذن هذا الجزء هذا غير نعمله بهذه الطريقة هذه إذن العدد A هو جدر مربع 12 Y ناقص العدد B اللي هو 11 جدر مربع 3 مقسم على 12 الكل أس 2 ناقص 11 جدر مربع 3 الكل أس 2 اللي كنتكتب على شكل 11 أس 2 هي 121 في جدر مربع 3 أس 2 هي 3 مقسم على 12 أس 2 هي 144 زائد جوج ونحن نساوها تساوي الصيفة هنا جدر مربع 12 Y ناقص 11 جدر مربع 3 على 12 الكل أس 2 هنا نضرب 121 في 3 ونحن نحن المقام إذن المقام موحد هو 144 ونحن 144 إذن 121 143 هي 363 إذن جوج 144 هي 288 تساوي الصيفة هنا جدر مربع 12 Y ناقص 11 جدر مربع 3 على جوج كل أس 2 إذن ناقص 363 زائد 188 هي ناقص 75 على 144 تساوي الصيفة إذن حد هنا مازال ما أكملش التعميل مازال نكمل التعميل لاحظوا هنا عندي عدد مكتوب على شكل مربع ناقص عدد هذا كيف يفكرني بالمتطابقة الهامة الثالثة واللي كتكتب على شكل A أس 2 ناقص B أس 2 واللي تعمل على شكل A ناقص B عامل A زائد B هذا العدد كامل هو A 2 وهذا العدد هو B 2 إذن نحاول نكتب هذا العدد على شكل مربع إذن عندي جدر مربع 12 ناقص 11 جدر مربع 3 على جوج الكل 2 ناقص إذن هذا العدد نكتب على شكل مربع بمعنى B 2 بمعنى جدر مربع 75 على 144 أس 2 تساوي 0 إذن هنا عندي جدر مربع 12 ناقص 11 جدر مربع 3 على جوج الكل أس 2 ناقص إذن جدر مربع 75 بإمكان نكتب ها على شكل جدر مربع 25 3 جدر مربع 14 بإمكان نكتب ها على شكل جدر مربع 14 هي 12 أس 2 الكل أس 2 تساوي الصفر إذن هنا عندي جدر مربع 12 ناقص 11 جدر مربع 3 على جوج الكل أس 2 ناقص إذن جدر مربع 25 هي 5 جدر مربع 3 جدر مربع 12 أس 2 هي 12 إذن الكل أس 2 تساوي الصفر إذن هذا هو العدد A وهذا هو العدد B إذن يبقى نحو نعمله على شكل A ناقص B عامل A زائد B إذن A وهو جدر مربع 12 يقر ناقص 11 جدر مربع 3 على جوج ناقص العدد B وهو 5 جدر مربع 3 على 12 عفوا هنا 12 12 12 12 12 عامل للعدد A زائد B بمعنى جدر مربع 12 Y ناقص 11 جدر مربع 3 على 12 زائد B وهو 5 جدر مربع 3 الكل على 12 تساوي 0 إذا الآن حصلت على جداء معادلتين من الدرجة الأولى بمجهول واحد يساوي 0 هذا يعني أن المعادلة الأولى تساوي 0 أو المعادلة الثانية تساوي 0 إذا نبدأ بالمعادلة الأولى لأحدى المعلومة إلى الجهة اليمنى ونحصل على جدر مربع 12 Y تساوي 11 جدر مربع ثلاثة على 12 زائد خمسة جدر مربع ثلاثة على 12 إذا الآن بعد تحيد المقام إذا عدنا المقام موحد له 12 إذا 11 زائد خمسة هي 16 جدر مربع ثلاثة تساوي إذا بعد الاختزاء نحصل على ربعة جدر مربع ثلاثة على ثلاثة إذا هنا عدنا اختزال بجدر مربع ثلاثة سنحصل على ربعة وفي المقام على ثلاثة هنا تبقى جدر مربع ربعة ونعرف أن جدر مربع ربعة هي جوج بمعنى جوج في ثلاثة هي 6 وفي البصد تبقى ربعة إذا الآن بعد الاختزال بالعدد الجوج سنحصل على جوج وفي المقام على ثلاثة الآن المعادلة الثانية إذن جدر مربع تناش يغري تبقى في الطرف الأيسار والإعداد المعلومة في الطرف الأيمن وغلي نحصل على حداش جدر مربع ثلاثة على ثلاث ناقص خمسة جدر مربع ثلاثة على ثلاثة في الطرف الأيمن إذن لدينا المقام موحد اللي هو تناش حداش ناقص خمسة هي 6 جدر مربع ثلاثة إذن جدر مربع ثلاثة يغري تساوي 6 جدر مربع ثلاثة على ثلاثة أي أن يغري تساوي 6 جدر مربع ثلاثة على ثلاثة في جدر مربع ثلاثة تساوي هنا عدنا 6 بمعنا اختزار بالساك تبقى جدر مربع ثلاثة على جوج جضا مربع تناش. وهنا عدنا نحتزال بجضا مربع تلاتة مع جضا مربع تناش كي بقى نها في البسط واحد وفي المقام جوج وبالنسبة لجضا مربع تناش كتبقى نها جضا مربع اربعة. اذا اغراك تساوي واحد جضا مربع اربعة كنا نعرف بان هي جوج. جوج في جوج هي اربعة. اذا حصلنا على جوج الحلول بالنسبة المعاهدة له. اغراك تساوي واحد على اربعة. وكان عرفوا ان اغراك تساوي اكس اثنان. هذا يعني ان اكس اثنان تساوي جوج على ثلاثة. او اكس اثنان تساوي واحد على اربعة. اذا بالنسبة للحالة الاولى. سيكون لدينا جوج الحلول بالنسبة ال اكس. اما اكس تساوي ناقص جضا مربع جوج على جضا مربع ثلاثة. او اكس تساوي جضا مربع جوج على جضا مربع ثلاثة. وبالنسبة حالة الثانية ضدنا اكس او سيتنا تسوي واحدة على ربعة هاتي تعني ان اكس تساوي عدد موابع دي الواحد على عدد موابع دي الربعة او اكس تساوي ناقص عدد موابع واحد على عدد موربع اربعة اذا رجعوا الحالة الاولى هنا عدد ناقص عق really in position في البصل. بالسبب في مقم ما قد نضربه في المرافق. المرافق هو على العدد موابع ثلاثة. اذا في جادة موابع ثلاثة في است硬 forte غالي تقني ثلاثة? اذا ان نحصف رب اسغلوا في الجزر مربع تلاتة غادي نحصله بالنسبة لحالة الاولى ناقص الجزر مربع اسة على تلاتة بنسبة للحالة التانية ان نفس الشي غادي نحصله على المربع ستة بقصوم اللا ثلاتة الان الحالة الثالثة اتنا مربع واحد هي واحد جزر مربع ربعة هي جوج بنسبة لحالة أخيرة ناقص جضم ربع واحد هي واحد وجضم ربع ربع هي جوج وبالتالي حصلت الأربعة حلول بالنسبة للمعادلة إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله